ثم نتعرف على طريقة كيفية حال مشكل تحديث على تطبيقكم فريفيرنا قم بالضغط على الضبط ليدادات ثم نتضغط على تطبيقات ثم ننزل إلى الأسفل والضغط على الفريفير الخاص بكم ثم نتضغط على إقاف الإجباري ثم نتضغط على الموافقة ثم نتضغط على مكان التخزين من ثم وصفناكم بالضغط على المساعدة تخصيه مؤقت بعدها وصفناكم بقافة تشغيل ويفا خاص بكم وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله